الفريق أحمد جايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشيد بالجهود التي تبذلها هيئة الوساطة والحوار ويؤكد تمسك الجيش بمواقفه الثابتة المتمثلة في التمسك بالخيار الدستوري وتركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع المقبلة هذه الانتخابات ستكون فرصة الحقيقة تشيل الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب المسر على موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجهة البل إن المنطق يفرض للشروع في تحضير لها خلال الأسبوع القادمة وفي اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران الفريق أحمد جايد صالح يتعهد بمرافقة الجيش للشعب ولمؤسسات الدولة ولمصار الحوار وفقا لمقاربة مدروسة بعناية داعيا كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر إلى تلبية نداء الوطن والمساهمة في إثراء الحوار الوطني نجدد مرة أخرى دعوتنا لكل الخيرين والشرفاء أقول الشرفاء الذين تحدوهم من نوايا الطيبة والغير على الجزائر لا أقوف وقف رجل واحد وتلبية النداء الوطني وعدم التخلف عن الركب للمساهمة في إثراء هذا الحوار الوطني بما يضمن تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الأجهة وأمام إطارات المؤسسة العسكرية حذر الجايد من مخاطر المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الذيقة ومصالح أسيادها وكشف الفريق أن هذه الأطراف بدأت تنكشف على حقيقتها ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها سنكشف عنها في الوقت المناسب هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها سنكشف عنها في الوقت المناسب وتحدث الفريق مطولا على من أسماهم ببعض الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة والتي باع ذمائرها لتخدم مصالح العصابة أو مصالح أسيادها والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار لا سيما من خلال محاولة فرض شروط تعجزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا على غرار الترويج لفكرة التفاوذ بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب